من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زيارته الأولى للولايات المتحدة يوم جمعة يلتقي ورئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض قالت وكالة أسوشياتي بريس إن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الياباني يوشيما ساهاياشي سيوقع عن اتفاقية إطارية بشأن التعاون الفضائي بين جانبين الأمريكي واليابانية من جانبها أعلنت اليابان شهر الماضي أنها تخطط لزيادة الانفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات المقبلة وقال جون كاربي منصق للتصالات الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال إن اليابان تكثف جراءتها وتبقي على خطي الولايات المتحدة كما عقدت الولايات المتحدة واليابان اجتماعا 2 زائد 2 لوزراء الخارجية والدفاع في واشنطن في 11 من ديسمبر وسيعيد الجانب الأمريكي تنظيم سلاح مشات البحرية الأمريكية المتمركز في أوكينوة لتعزيز القدرة الدفاعية للجزر النائية اشتركوا في القناة